نفى مصدر كيدي في حركة حماس صحة الاخبار المتداولة بشأن رفض الحركة مقترحات وقف اطلاق النار قائلا ان ما تنشره بعض وسائل الاعلام من اخبار عن اتفاقات التهديئة وموقف الحركة منها غير صحيح وهو يهدف الى التشويش على موقف المقاومة ويتماشى مع موقف الاحتلال للضغط على الحاضنة الشعبية وارباك الشارع الفلسطيني وضف ان الحركة في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمته وسترد عليه قريبا وكان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي قال ان اي مقترح لا يتضمن وقف اطلاق النار لن توافق عليه المقاومة والفصائل الفلسطينية واي اتفاق اطار يقدم يجب ان يحمل نصوصا واضحة لا تترك للنوايا او للطرف الاخر مع التأكيد على وجود معايير واضحة خلال التفاوض